بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين تلامذة المستوى الرابع ابتداء الأعزاء مرحبا بكم في حصة ثانية من درس في مادة الرياضيات بعنوان القسم 2 إذن خذوا صفحة 81 وأرجزوا تمارين 3 4 5 6 7 تمرين بتمرين وضعوا الشريط في وضعية بوز أنجزوا التمرين وبعد ذلك استأنفوا مشاهدة الشريط لتتأكدوا من صحة أجوبتكم فلنبدأ على بركة الله أطبقوا وأتدرب أحيطوا بخط الخارج المناسب للبطاقة 67 مقسم على 9 إذن 67 محصور بين 9 في 7 و 9 في 8 والجواب هو 7 88 مقصومة على 5 كما تعلمون فإننا لما نقسم عددا على عدد أكبر من واحد فالخارج دائما يكون أصغر من المقصوم والعدد الذي يوفر هذا الشرط هو 17 و 17 خلاص في 5 تساوي 85 وبقي 3 إذن هنا 668 مقصومة على 6 يعني الجواب يظهر بجلاء لأن 6 في 11 هو 666 والباقي 2 ثم 89 مقصومة على 7 نفس الطريقة التي قمنا بها من نسبة للعدد السابق 8 على 5 لما يكون المقصوم عليها أكثر من واحد فالنظر خارج يكون أصغر من المقصوم والجواب إذن هنا هو 12 ننتقل إلى التمرين الرابع 57 أحيط بخط باقي كل قسمة 57 مقصومة على 8 إذن 8 في 7 56 والباقي 1 65 مقصومة على 4 إذن هنا يجب أن نعود بالذكرة إلى درس المضاعفات والقواسم إذن مثل يكون العدد مضاعفة لأربعة عندما يكون العدد مكون من رقم وحداته وعشراته مضاعفة لأربعة أو عندما يقبل القسمة على إثنان مرتين إذن 64 تقبل القسمة على إثنان مرتين إذن فالباقي سيكون واحد 103 مقصومة على 9 متى يكون العدد قابل القسمة على 9 عندما يكون مجموع الأرقام المكونة لهذا العدد يساوي 9 وإن كان يساوي غير ذلك يعني أقل من 9 فذلك هو الباقي إذن ننتقل إلى هذا الشرح الموجاز تابعون عندنا هذا المثال 1458 مقصومة على 9 سنجمع أرقامه 1 زائد 4 زائد 5 زائد 8 تساوي 18 ثم نجمع 1 زائد 8 تعطينا 9 إذن نقول بأن 9 قاسم لألف واربعمائة وتمانية وتسعون والباقي سيكون صفر و 1458 مضاعف من 9 إذن نقول باقي قسمة 1458 هو صفر نعطي مثال آخر 296 مقصوم على 9 نجمع أرقامه 2 زائد 9 زائد 6 تساوي 17 ثم نجمع أرقام 17 178 إذن الباقي هو 8 يكون الباقي صفر فقط عندما يكون خارج مجموعة أرقام 9 إذن الباقي هو 8 ننطلق إلى مثل آخر 34 مقسم على 9 نجمع 3 زائر 4 ونقول بأن 7 هو باقي قسمة 34 على 9 نعود إلى تمريننا إذن 103 مقسم على 9 1 3 4 إلى الباقي هو 4 217 مقسم على 2 متى يكون العدد المضاعف لـ 2 عندما ينتهي بعدد زوجي ما هي العدد الزوجية؟ 0 2 4 6 8 وغيرها هي العدد الفردية 1 3 5 7 9 إذن فلما نقسم على 2 الباقي يكون إما 1 أو 0 إذا كان ينتهي بعدد زوجي فالباقي صفر وإذا كان ينتهي بعدد فردي فالباقي واحد وهنا نرى بأنه ينتهي بـ 7 إذن الباقي واحد إذن ننقل إلى التمرين الخامس أنجز عمليات القسمة التالية كما في المثال 96 مقسم على 7 13 والباقي 5 86 مقسم على 8 أول ما نقوم به حمالية الحصر إذن 86 محصور بين 8 في 10 و 8 في 100 إذن الخارج يتكون من رقمين إذن أأخذ الرقم الذي في المرتبة الثانية والأرقام التي أمامه ليست أمامه أرقام أأخذه إذن 1 2 أأخذ هذا الرقم 8 كم فيها مرة 8 1 1 في 8 8 من 8 أبقى صفر أنزل بـ 6 6 كم فيها مرة 8 صفر مرة صفر في 8 صفر من 6 تبقى 6 ونقول بأن 10 هو الخارج الغير مضبوط لقسمة 8 على 8 لأن الباقي 6 ننتقل إلى العملية الموالية 78 مقسم على 6 عملية الحصر 78 محصورة بين 6 في 10 و 6 في 100 إذن الخارج تكون من رقمين أأخذ الرقم الثاني 7 كم فيها مرة 6 1 1 مضروف في 6 6 من 7 يبقى 1 أنزل بـ 8 18 كم فيها مرة 6 3 3 مضروف في 6 18 من 18 يبقى صفر ونقول بأن 13 هو الخارج الصحيح المضبوط الصحيح المضبوط لقسمة 78 على 6 لأن الباقي صفر ننتقل إلى العملية الثالثة 195 محصورة بين 7 في 10 و 7 في 100 إذن الخارج تكون من رقمين إذن نأخذ الرقم الثاني والعدد الذي أمامه إذن 19 19 كان فيها مرة 7 إذن 2 2 مضروف في 7 14 من 19 تبقى 5 أنزل بـ 5 55 كم فيها مرة 7 7 7 من ضروف في 7 49 من 55 تبقى 6 و 27 والخارج الصحيح لغير مضبوط لكسمة 195 على 7 لأن الباقي 6 ننتقل إلى النشاط السادس وزع 7 أصدقاء مبلغا 98 درهم بالتساوي فيما بينهم إذن كما قلنا في السابق وزع له غالبا علاقة بالقسمة إذن فالعملية هي عملية قسمة نقوم بعملية القسمة 98 مقصومة على 7 98 محصورة بين 7 في 10 و 7 في 100 إذن الخارج تكون من رقمين 1 2 9 9 كم فيها مرة 7 مرة واحدة 1 مضروف في 7 7 من 9 تبقى 2 نزل بـ 8 28 كم فيها مرة 7 4 4 مضروفة في 7 28 من 28 يبقى 0 إذن نقول كم أخذ كل منهم؟ أخذ كل منهم 14 درهم والباقي 0 درهم نمر إلى المسألة السابعة تمرين سألكم سبعة وعبرة مسألة قصم نشجار لوحاً خشبياً طوله 255 سنتيمتراً إلى 5 قطاع متقيسة ما هو طول كل قطعتين بسنتيمتر؟ إذن قسمة نقوم بعملية قسمة كما تلاحظون إذن عملية تحاصر 9 مضروفة في 10 أصغر 255 وميزان 225 أصغر من 9 في 100 إذن الخارج تكون الرقمين أخذ الرقم الثاني والذي أمامه 25 كم فيها مرة 9 إثنان إثنان في تسعة 18 من 25 يبقى سبعة أنزلوا بخمسة 75 كم فيها مرة 9 8 8 في تسعة 72 من 75 تبقى ثلاثة إذن فطول القطعة هي 28 سنتيمتراً والباقي ثلاثة وهكذا نكون قد أنهينا هذه الحصة إلى حصة أخرى أو استودعكم الله وشكراً على انتباهكم